موسيقى سلام عليكم أعزائنا طلاب الصف الرابع العلمي ودرس جديد من دروس الفيزياء من فضايا العراق التربوية نرحب بكم أفضل ترحيب درس اليوم راح نتعرف على مفهوم من مفاهيم الانكسار من خلال الفصل السادس من انعكاس الضوء وانكساره تعرفنا عن الانكسار وطبقنا عن قوانين سنيل وعرفنا كيفية حساب معامل انكسار مطلق اليوم راح نتعرف على المفهوم الجديد اللي هو عندما ينتقل ضوء بالعكس من وسط خفيف إلى وسط أقل كتافة هذا المفهوم تسمى بالزاوية الحرجة والانعكاس الكلي حتى نجي نشوف الانعكاس الكلي والزاوية الحرجة عزيزي الطالب راح نجري هنا نقطة بانتقال الضوء من وسط كثيف إلى وسط أقل كتافة الزاوية الحرجة احنا من درسنا مسبقا وقلنا انه اني عندي ينتقل الضوء بين وسطين شفافين اوكي متفقين شفافين شبيهين مختلفين بالكتافة الضوئية من اختلفة الكتافة الضوئية عندي انتقل من وسط خفيف إلى كثيف زين اذا انتقل من كثيف إلى خفيف ش راح يصير في دروس سابقة عرفنا انه راح يبتعد او ينكسر مبتعدا عن العمود في الوسط الثاني راح يكون مبتعد إلى وسط أخف ففي هذه الحالة راح تظهر عندي زاوية حرجة شوان عرف الزاوية الحرجة تعالوا اياها نشوف من خلال الموضوع اللي عندي الزاوية الحرجة والانعكاس الكلي الداخلي لاحظ عزيز الطالب انه اذا سقط شعاع ضوئي من وسط شفاف معامل انكساره كبير لاحظ انه انا هنا صار عندي الساقط اخذ بقع على الواحد بغض النظر انه كان قبل دروس سابقة ذكرنا انه مثلا هواء نطينا كل ان واحد وهواء اكو بعض الطلبة يعتبر انه كل وسط اول هو هواء لا مو شرط ايابه انا كل وسط اول يسقط منه الضوء نسميه معامل انكسار بما انه انا هنا ذو معامل انكسار كبير اي اكثر كثافة ضوئيا مثليش مثل الزجاج او الماء الى وسط اخر معامل انكساره المطلق اصغر اهنان الشكل اللي امامي انا يلاحظ انه هذا المصدر المضيء او المصدر الضوئي هذا المصدر الضوئي من راح يطلع من عندي هنا انواع الاشعاء اللي راح تطلع قلت لي استاد اذا سقط بشكل عمودي هذا السقوط بشكل عمودي راح يصير عندي هنا ينفذ الضوء بدون اي انكسار انواع وهذا زجاج وانتو صار هواء لكن هنا اذا سقط بصورة مائلة اكيد راح يعاني من انكسار الاحظ انه ان الشعاع الساقط اللي عندي هو هذا هذا يمثل لي شعاع الساقط محصور بزاوية هاي الزاوية زاوية السقوط من طنياها ثيتا وان وراح ينكسر مبتعدا عن العمود الاحظ ان الثيتا وان اهنانه اصغر من ثيتا تو عكس ما كانت عليه هنا بسبب انه معامل انكسار الوسط الاول اكبر من معامل انكسار الوسط الثاني لكن من اجي هنا ازيد الزاوية زدت الزاوية لو اريد اخلي مثلا اعمده لكل نقطة راح اخلي لك عمود وهذا العمود اللي عندي راح اجي اشوف انه انا هاي عمود من نقطة السقوط ما اجي العمود صحيح انعدل عليه ان شاء الله شوف السيء شوف الفكرة بشكل اوضح راح اشوف انه انا هنا معامل الانكسار يحتاج لي دائما عمود مقام على نقطة السقوط حتى اعرف زاوية السقوط وزاوية الانعكاس هذا عمود وهذا عمود وهذا عمود وهذا عمود شوف انا هنا خليت اعمدة مو بالدقة اللي موجودة بالرسم بس هنا بشكل توضيحي بموسط راح اشوف انه انا الزاوية اللي عندي هنا كبرت عن الثيتوان انطيتها زاوية اكبر من هذا الحالة الاولى شفت انه هنا ثيتوان بدت تبتعد اكثر كانت هنا قريبة عن العمود هنا ابتعدت اكثر عن العمود في الشعاع الثالث هذا عندي اربع هذا الشعاع الاول معانا انكسار ليش بصوش بشكل مائل هذا انكسار شوية مبتعد عن العمود الثاني الثالث لا شوية ابعد نجي على هذا الشعاع المهم اللي اريده اوضحك اياه هذا الشعاع اللي راح ينطيني راح ينطيني شعاع ساقط يسقط بزاوية هاي الزاوية استاد محصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام زاوية انكسارها قائمة لاحظ انه هنا الزاوية محصورة بين العمود والشعاع المنكسر جيت تساوي تسعين درجة اذا انا افهم من كلامك استاد انه الزاوية الحرجة هي شنية؟ هي زاوية سقوط هي شنية؟ زاوية سقوط من وسط كثيف او اكثر كتافة ضوئية الى وسط اقل كتافة ضوئية زاوية انكسارها قائمة زاوية شنو انكسارها؟ قائمة يعني ما راح اشوف لها صورة راح تكون موازية للسطح الفاصل من تكون موازية للسطح الفاصل اهنانا الناظر او الملاحظ راح يشوف انه اهنانا اي صورة ماكو اي مو مثل التجربة اللي ذكرناها او اللي جريناها بالدروس السابقة انه شفنا الشعاع انكسر مقتربا مبتعدا عن العمود اهنانا الابتعاد اول بعدين ابتعاد اكثر ابتعاد صار عمودي الابتعاد هنا صار عمودي الابتعاد العمودي اللي صار عندي راح تكون الزاوية قائمة الزاوية محصورة بين الشعاع المنكسر والعمود المقام من نقطة السقوط طلعت تساوي 90 درجة اذا اذا يجينا تعريف ما هي الزاوية الحرجة وما هي شروط حدوثها الزاوية الحرجة عزيز الطالب هي زاوية سقوط من وسط كثيف ضوئيا الى وسط اقل كتافة زاوية انكسارها تكون قائمة شروطها اثنين ان تكون زاوية السقوط ساقطة من وسط كثيف الى وسط اقل كتافة ضوئية الشرط الثاني تكون انه انا هنا زاوية انكسارها قائمة اذا انا من التعريف اقدر اعرف انه زاوية السقوط زاوية الحرجة شروط حدوثها ان تكون من وسط كثيف ضوئيا لاحظوا انوا اكبر من انتوا والزاوية الانكسارة اللي ظهرت عندي هي زاوية قائمة تسعين درجة هذا الشعاع شنو الرابع الشعاع الرابع اللي عندي هنا في حالة زدن عن الزاوية الحرجة الزاوية الحرجة من تزداد راح ما ينفذ الضوء راح شيعاني انعكاس يطبق عليه قانوني الانعكاس او القانون الثاني للانعكاس القانون الثاني للانعكاس يقول زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس يعني شو كنت يحدث عندي الانعكاس الكلي استاذ من ينطلق الضوء من وسط كثيف ضوئيا الى وسط اقل كثافة بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة الزاوية الحرجة راح يطلع عليها مين ينطيها ثيتا وان راح ينطيها ثيتا سي ثيتا سي مختصر كلمة critical angle من اجي انا اقول ثيتا سي هاي الثيتا سي اللي عندي انا هنا تكون هاي الزاوية اكبر من الزاوية الحرجة يعني اقول هنان ثيتا وان اكبر من ثيتا سي هاي الثيتا سي اتمثل الزاوية الحرجة عندها يحدث انعكاس كلي في الوسط الكثيف اي لا ينتقل الضوء الى الخارج ولا يخرج من خلال هذا الوسط هذا عزيزي الطالب تقدر تلاحظه اذا كان عندك حوض ما سمج بالبيت عندك بالبيت من تلاحظ من داخل الحوض من الماء ما راح يشوف فوق سطح الماء راح يشوف كمرآة الماء عبارة عن مرآة كأنها مرآة طبيعية اللي شو تتمر بيها بالحمام او بالمكانات العامة فمن اجي انا هنا الديسل عندي بدي اشوف انه انا اذا انظر من زاوية اكبر من زاوية الحرجة لا اشوف انعكاس كلي ما راح اشوف الاجسام كذاك الحال مثلا بالموشور الزجاجي الموشور الزجاجي انه انا هو مصنوع من زجاج يحتوي على زواية مجموعة 180 درجة المثلث راح اشوف ان انا اذا لاحظت من وجه موشور معين ما لاحظت اشوفه مثل ما اتفرج من جامع شفافة او اي 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 نقطة شفافة اقدر اشوفه ليش لان الزجاج راح يصير يعاني بانكسار انعكاس كلي كما هو الحال من الاحظ انه بالكريستال او بالثرية راح اشوف انه انا هذان الكريستالات اللي موجودة عبارة عن تنطيني انعكاسات متعددة الانعكاسات المتعددة بسبب انه انا عندي هنا ظهرت انعكاس كل موجودة في داخل الكريستال اذا ان الان اللي اللي راح Virich اشوف هاي النقط اللي عندي راح اجي اسطب قانون صنير على الزاوية الحارجة وراح اشوف انه انه هنا القانون راح يكون بالشكل التالي ثيتا سي ثيتا سي راح يقول ان تو الى ان وال الثيتا سي آني هنا اريد اكتب بتل قانون صنير انت هناك اكتبت ليه بشكل واضح دعال اوضحكيه بشكل قانون الصنير قانون السنير يقول N1 sin theta 1 يساوي N2 sin theta 2 هذا N1 sin theta 1 theta 1 عزيزي الطالب سأسميها theta c لأنها زاوية السقوط وال1 هو للسقوط يساوي N2 sin theta 2 sin theta 2 هي 90 sin theta 2 90 ونحن نعرف أن sin 90 هو جد قيمته 1 إذن sin theta 2 هو زاوية الانكسار القائمة اللي هي قيمته جد تساوي 1 إضافة إلى انتقل الضوء إلى وسط أقل كتافة وإحنا اعتبرنا أنه الوسط اللي انتقل منه الضوء من زجاج إلى هواء معامل انكسار الهواء 1 1 في 1 رح ينطيني كمية 1 إذن رح أقول أنه أنا sin theta 1 هنا أو هنا أجل كمل الترتيب N2 sin theta c يساوي 1 إذن أقدر أعتبر قانوني بالشكل التالي أقول sin theta c يساوي 1 على N والـ N2 هو يمثل لي معامل انكسار الوسط إذن من خلال هاي العلاقة عزيز الطالب رح أقدر أشوفها وأشوف هنانا السؤال اللي عندي وشون اشتغل عندي هذا لاحظ أنه أنا عندي هذا شكل الماس من هذا الشكل حتى نكبره بشكل أوضح أنه من ذا أشوف هذا الماس عبارة عن مادة شفافة المفروض الضوء يجي منا ينكسر يطلع نشوفها منا ليش هنا دا أشوف عدة انعكاسات في هذا الماس بسبب معامل انكسارة المطلق ألاحظ أنه هنا هاي الماسة موجودة وين على مرآة دا أشوف صورة المرآة أو مثلا صورة الماسة هاي الصورة مالتها وهالأصل لكن من خلال هالنفاذ مالتي للضوء الضوء مدى أقدر أشوفها ليش مدى أشوفها لأن الضوء دا يعاني انعكاسات متعددة كلية داخل الماسة بسبب كثافة كتلة أو عفوا كثافة ضوئية إلى الماس إذن عزيز الطالب عرفنا عن الزاوية الحرجة أنه هي الزاوية التي تكون زاوية السقوط من وسط كثيف إلى وسط أقل كثافة تكون هذه الزاوية زاوية انكسارها قائمة فإذن أنا هنا عرفت شرطيها من هي تكون كثيف إلى خفيف وتكون انكسارها قائمة من بعد السي من ثياتا سي إذا أكبر من عدها سيصير العكاس كلي إن شاء الله نتابعونا في دروس قادمة لتكملة الفصل وحل أسئلة الفصل إن شاء الله دمتم في أمان الله وحبه ترجمة نانسي قنقر